موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهديننا ومستمعيننا الكرام نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي برنامج مساحة رياضية وكذلك نرحب مستمعيننا الأعزاء هنا نقف على أبرز حنوين حلقتنا لهذا المساء بمشاركة 300 لاعب من 52 دولة انطلاقة قوية لبطولة قطر الدولية لكرة الطاولة قمة قطرية في بطولة اليد العربية تجمع العربي بالأهلي في افتتاح البطولة بتونس الغرافة والشمال يتأهلان لنهاء دوري السلة والبرونزية العرباوية المدينة التعليمية تتأهب لاحتضان لؤلؤة القولف بطولة لونجين العالمية على خط الانطلاق بالشقب بمشاركة نخبة منفرسان قفز الحواجز جائزة قطر الكبرى على خط الانطلاق بحلبة الوسيلة الدولية أكرم عفيف وتشافي يفوزان بجائزتي الشهر لأفضل لاعب ومدرب الدوري محاربي الصحراء يخطفون الأضواء من جميع محترفي دورينا بعد تسجيلهم 27% من أهداف المحترفين إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز عنوين حلقتنا لهذا اليوم وأيضا تتواصل إثارة والتشويق في منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر الدولية المفتوحة لكرة الطاولة أحدى جولات المحترفين فئة البلاتينيوم على مستوى العالم مشاهدين الكرام معنا في الاستيديو السيد ثاني الزراع مدير المنتخبات الوطنية وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد القطري حيك الله خوي ثاني وسعداء بتواجدك معنا الله يحييك خوي سالم حييك وحيي المتابعين قناة الريام الله يحييك طبعا حنا سعداء بمشاركتك اليوم معنا وكذلك ناخد أيضا تفسير وشرح لهذه البطولة وقبل ما نكمل مع ضيفنا الكريم نشوف معكم مشاهدين مستمعين الكرام تغرير عن بطولة قطر الدولية لكرة الطاولة تشهد أكاديمية سبير انطلاقة منافسات النسخة رقم 25 لبطولة قطر الدولية المفتوحة لكرة الطاولة جوهرة جولات المحترفين فئة البلاتينيوم على مستوى العالم وتقام هذه النسخة التي تقام على مدار سبعة أيام كاملة وسط تحديات بالجملة بداية من احتفال البطولة بليوبيل الفضي لمرور 25 سنة على انطلاق النسخة الأولى عام 1994 ورغبة اللجنة المنظمة في تحقيق أكبر نسخة نجاح تنظيمي ممكنة بهذه المناسبة نقاطها تكون طبعاً تفيدك في التصنيف الدولي فأكيد طبعاً أي مباراة فيها مهمة وأي مباراة تساعد أي لاعب أن يقدم عروض كبيرة يعني تعتبر بطولة عالم مصغرة بمشاركة منتخب الصين منتخب اليابان باستثناء منتخب كوريا اللي اعتذر عن بطولة وبعض نجوم العالم حاولتها جاري لاعب تخب الهند هو من أفضل ثلاثة أو أربع لاعبين على الهند لكن كان متفوق عليه لكن إن شاء الله البطولات الجاية والبطولات الجاية يكون أفضل إن شاء الله وتحظى بطولة قطر الدولية بأهمية خاصة جداً كونها مؤهلة مباشرة لأولمبياد توكيو 2020 حيث سيتأهل صاحباء المركزين الأول والثاني في مسابقة الزوجية المختلط للأولمبياد مباشرة إذن كان هذا التغرير عن تنس الطاولة ثاني مثل ما قلت في بداية الحديث هنا معك سعوداء بتواجدك معنا الله يحييك أخي سالم لو نتكلم عن هذه البطولة وكذلك الاستعداد لانطلاقها طبعاً هذه البطولة هي تعتبر من أعلى المعايير في البطولات الدولية على مستوى العالم هي فئة البلاتينيوم والنسخة الحالية التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 3 مارس إلى 8 مارس هي النسخة رغم 25 هذه تعتبر بعد هناك نظمنا احتفالية لها احتفالية خاصة بمناسبة له مرور اليوبيل الفضي يعني ربع قرن على استضافة على هذه البطولة لا ربع قرن على استضافتها في الدوحة استضافتها في الدوحة يعني هذه نسخة 25 لا في الدوحة كم مرة 25 مرة نعم هي سنوية تقام هي صحيح وحدة جولات اللي هو اللاعبين المحترفين ممتاز الله يقويكم كم عدد اللاعبين في البطولة والدول المشاركة تقريباً عدد الدول 53 دولة نعم عدد اللاعبين اللي هو الذكور والإناث 300 لاعب بالإضافة هناك طبعاً ضيوف للبطولة يعني من كبار اللي هو الشخصيات منهم رئيس الاتحاد الدولي وتقريباً 78 رئيس الاتحاد قاري موجود في الدوحة لأنه كان عشان الاحتفال بهذه اللي هو النسخة اللي هي رغم 25 رغم 25 بالنسبة للفريق القطري وأبرز الأسماء أيضاً المشاركة في هذه البطولة؟ طبعاً وقع الاختيار على عدد من اللاعبين أربع لاعبين اللي هو فئة الرجال وأربع لاعبات فئة السيدات وقع الاختيار يعني ما في تأهيل للبطولة؟ لا شوف هذه هل المشاركة بناء على إنجازات؟ على معطيات اللاعب اللي هو البطولات الدولية والبطولات المحلية اللي مشارك فيها وهم لاعبين منتخب غطر أفضل اللاعبين في تحقيق اللي هو إنجازات على مستوى الدولي أو مستوى اللي هو المحلي في المراكز اللي هو الفردية هم يكون لهم الحظ بالمشاركة في بطولة بحجم بطولة غطر اللي هي تضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم المصنفين الأواء عندنا يعني من الأول للعشرين كلهم متواجدين هذا يضيف قوة كبيرة ومكانة وهمية على بطولة غطر الدولية نعم أيضاً من خلال البطولة هذه يتم التأهيل أو التأهل عفواً إلى بطولة توكيو طبعاً وقع الاختيار على أن تكون بطولة غطر أن تكون لها في فئة الزوج المختلط هناك بطاقتين معاهلة مباشرة لأولمبيات توكيو لأن هذه اللي هي البطولة اقتنمها اللي هو التحاد الدولي أن بطولة غطر أكبر عدد لاعبين من المصنفين الأول من قوتها هي اللي ساعدت أن يكونوا ميتاهلون مباشرة لأولمبيات توكيو نعم الزوج المختلط يعني لاعبين اثنين مقابل لاعبين اثنين المختلط اللي يكون يعني رجل ومرأة هذا اللي هو المختلط ونفس الشي اللي هو الفريق الخصم رجل ومرأة يعني هذي يسمونه الزوج المختلط نعم هذا ومن هنا احنا عندنا بطاقتين للتأهل بطاقتين لهو الأول والثاني يتأهلوا مباشرة نعم الزوج المختلط أكيد أننا اثنين يعني ما توقعت أنه رجل ومرأة طيب أرجع مرة أخرى لسؤالي عن اللاعبين أو المشاركة الخطرية في هذه البطولة طبعا مشاركتنا يعني اللاعبين الأبرز اللي هم مشاركين في الرجال اللي هو عندنا لهو أحمد خليل ومحمد عبدالوهاب هذولا كانوا كانوا الشهر الماضي في معسكر تدريبي في ألمانيا ومباشرة توجهوا للأردن ومشاركوا في تصفيات أولمبياد توكيو ورجعوا الدوحة للمشاركة في الأولمبياد بالإضافة عندنا لهو لعباتنا الأبرز لهو مهافل أمرزي وخلود عبدالرضا هذولا هم أبرز السيدات طبعا من قوة اللي هو وحجم اللاعبين وقوتهم والأبرز على مستوى العالم هي استفادة للعبين تبادل خبرات نتأمل منهم أنهم يقدمون صورة مشرفة للرياضة الغطرية نعم ذكرت أنهم جاي من الأردن كانوا شاركوا في أولمبياد توكيو أو تأهل للتأهل لأولمبياد توكيو يعني معناها هنا تأهل وهناك تأهل لنفس البطولة لا هناك تأهل على مستوى الفردي بعرف الآلية حق التأهل لأولمبياد توكيو هل هي بناء على بطولة واحدة عالمية مثلاً ولا عدة بطولات عدة بطولات موزعة على القارة نفسها اللي هي قارة آسيا اللي تتبع لها سواء كان قرب آسيا أو شرق آسيا أو البطولات اللي هي تعتبر البطولات اللي هي الكوية نعم ممتاز الآلية آلية التأهل من ناحية البطولة يعني احتساب النقاط هل هي فردي زوجي لا هي أول شي تبتدي بالأدوار اللي هو عبارة عن أدوار مجموعات في كل مجموعة يكون اللي هو فيها تقريباً خمس لاعبين أنا أتكلم لك اللي هو على التصفيات اللي صارت اللي هو بالأردن نعم يتأهل اللي هو أول وثاني يقبها ينتقلون له للدور اللي هو الثمانية طبعاً في باي منها للأدوار الأربعة وإلى النهاية ويتأهل في قرب اللي هو شرق آسيا قرب آسيا يتأهل لاعب واحد اللي هو الأول وهذه كانت البطولة غرب آسيا لعب واحد يتأهل إلى أولمبياط نعم لأنه هي فئة في فئة الفردي فقط يعني ما فيه لا زوجي ولا زوجي مختلط ولا مجموعات هو على مستوى الفردي نعم نحن الفردي اللي يتأهل واحد واحد اللي حاصل على المركز الأول نعم أو ممكن أعلى النقاط المختلط المختلط يعني على قوة البطولة مثلا بطولتنا قوية يترشح فيها اللي هو الأول والثاني نحن بطولتنا بس فقط مختلط نعم اللي يتأهل فيها اللي هو المختلط جميل طيب لو أتكلم عن الجوائز المالية أتوقع أن صار هناك تغيير في قيمة الجوائز بناء على النسخة الماضية صحيح نتكلم عن هذا الموضوع طبعا تم رفع قيمة الجوائز بناء على المعطيات والمنشآت والأماكن اللي قامها اللي هي تستضيفها اللي هو الدوحة في هذه البطولات السابقة وعدد اللاعبين وقوة اللي هو اللاعبين ومصنفين لأوالف اللاعبين تم رفع له قيمة الجوائز بما تحملهم من تكاليف وقوة نجوم اللي هو اللاعبين تم رفعها من 300 ألف دولار إلى 400 ألف دولار وهي تعتبر من أعلى البطولات على مستوى العالم في قيمة الجوائز أتوقع هذا أيضا يعطي حماس أكثر أكيد أكيد انتشارها في الدوحة وكذلك الإقبال عليها هل هناك إقبال على اللعبة؟ شوفوا نحن نتكلم على على الزوج المختلط الزوج المختلط سواء كانوا في الدوحة أو الخليج تعتبر منطقة وحدة صحيح هناك شوي تحفظ على هذا الشيء يعني ما تقام هذه المسابقة يعني تقدر تقول أن حتى هي كأهمية للمنطقة نفسها ما في لها قبول ولا أن فيها لكن بعض الأوقات هناك فرض من الاتحاد الدولي في حال تم مشاركة له الفريق في بطولات العالم فرض لازم أن تتشارك في هذه البطولة له الزوج المختلط لكن نحن ما نتأمل في هذه نركز على له الفردي والزوجي والزوجي العادي والفرق فما نتأمل نتائج من الزوج المختلط طب هذا النوط يعني على مدى 25 سنة بنفس الفئات ولا هناك اختلاف لا لا في فئات نحن نتكلم على بطولة قطر منذ إقامتها في سنة 1994 هناك الفئات اللي هو فردي الرجال وزوجي الرجال عندك اللي هو كذلك مثلا اللي هو فردي السيدات وزوجي السيدات بالإضافة لبطولة اللي هو تحت اللي هو 21 سنة بعد نفس الشي اللي هو فردي وزوجي للفئتين والزوج المختلط نعم هناك فئات سنية محددة للمشاركة لا يعني شوفوا حين عندك مثلا فئات الواحد وعشرين إذا كان اللاعب متأهل وتأهل يقدر يقارع له الكبار فئات الرجال لكن هناك أساس أننا لا لاعبين هذولا نحافظ أنهم والله كنفسيا أو كتحفيز لهم أنه تم إقامة بطولة تحت واحد وعشرين على أساس أنه يتوج بطل ويتعود على التواجد في المنصات أكيد وين تشوف المنافسة؟ في الزوجي أو الفردي؟ منافسة أكثر شيء يعني حلاوتها اللي هي في التنس أنا أقول لك إياها له في الفردي لأنه هي مساحة حرة لللاعب أن يأدي أفضل ما عنده من فنيات في اللعبة ممتاز يعني تشوف أن المنافسة والحماس الفردي أكثر نعم طيب البطولة متى تبدأ؟ بدأت أمس له في التاريخ ثلاثة مارس أمس كانت أول أيام أول أيام كانت عبارة عن أدوار تمهيدية وثم هناك أدوار تأهلية والأدوار اللي هو متقدمة من الأدوار التمهيدية على طول يتأهل لدور اللي هو الـ 64 من بعد اللي دور له الـ 32 إلى الـ 16 وإلى الثمانية وإلى الأربعة وإلى النهاية متى يوم الختام؟ الختام إن شاء الله راح يكون في قبة سباير في تاريخ ثمانية مارس إن شاء الله بإذن الله كلمة توجهها للجمهور طبعا الحضور والاستمتاع بهذه الرياضة أكيد هذه الرياضة تعتبر رياضة منتشرة على مستوى العالم نتمنى من الجمهور الحضور ويشوفون الفنيات اللي هو اللاعبين خصوصا فرصة كبيرة أن اللاعبين الأوائل على مستوى العالم متواجدين في الدوحة وهذه البطولة طبعا هي بطولة مشرفة كحال البطولات التي تقام في دولة قطر دائما دولة قطر أي بطولة تستضيفها دائما مشرفة وتكون فئة كبيرة نحن نقول إن شاء الله فالكم التوفيق بإنر الله والنجاح من خلال تنظيم هذه البطولة شكرا لأخوي ثاني الزراع مدير المنتخبات الوطنية وكذلك عضو مجلس الإدارة بالاتحاد القطري شكرا لأخوي ثاني على حضور والشكر موصول لك أخوي ثاني مشاهدين الكرام ننتقل معكم إلى هذا التقرير حيث تتراكم وهناك أيضا تحدي صحراوي وهو التحدي الأطول والأصعب والأكبر من نوع في تاريخ المنطقة نتابع التحدي الصحراوي الأطول والأصعب والأكبر من نوعه في تاريخ المنطقة هذا ما أثبتته نسخة هذا العام من تحدي العديد الصحراوي وعلى الرغم من تراجع أعداد المنافسين الأجانب بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة لوباء فيروس كورونا فقد حققت الفعالية مشاركة قياسية بفضل تزايد الاهتمام المحلي برياضات التحمل وبخاصة رياضة الدراجات الجبلية وقد سجل في هذه النسخة أكثر من ستمائة رياضي من أحدى وخمسين جنسية للمشاركة في سباقات الدراجات الجبلية والجري عبر الصحراء في منطقة خور العديد التي تعد واحدة من أجمل المناطق ذات الطبيعة الساحرة في قطر ويتم تنظيم هذا الحدث السنوي الكبير من طرف مركز دراجي قطر بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وبدعم من وزارة الثقافة والرياضة والاتحاد القطري للدراجات السباق اليوم الحمد لله رب العالمين في أكبر مشاركة على الإطلاق من بدين السباق بدين ننظم السباق دراجي قطر من تقريبا خمس سنوات هذه السنة الخامسة الأجواء اليوم كانت شوي صعبة الهواء كان دايما مخالف الدراجين وهذا طبعا يزيد كثير من صعوبة سباقات الدراجات نقطة النهاية نقطة جديدة الحمد لله رب العالمين مثلما تشايفين مكان جميل مرتب مسار السباق هذا العام كان الأصعب على الإطلاق حيث بلغ مسار الدراجات مسافة أربعين كيلومتر فاصل خمسة وشمل عشرة كثبان رملية من البداية وصولا إلى خط النهاية وقد حقق فريدريك جومبير من فرنسا لقبه الثالث للتحدي على التوالي حيث أنهى السباق في ساعة واثنتين وأربعين دقيقة وسبعة عشر ثانية وعلى مستوى بطولة قطر الوطنية للدراجات الجبلية تمكن عبدالله الخاطر من الفوز باللقب الوطني بعد أن قطع المسار الصعب في ساعتين وتسع دقائق متقدما على صاحب المركز الثاني مروان الجلهم السباق كان صعب أصعب سنة أنا شاركت العام العام كان أسهل السنة هذه عندك عشر طعوس فأكثر السباق كان ركض أكثر مما هو على السيكل فكان صعب وكل من أنهى السباق أعتبره بطل أنا دخلت فيئة المونتن سيكل الجبلية الحمد لله على فيئتي خذيت المركز الأول وعلى الترتيب العام خذيت المركز الرابع وإجمالا استطاع 168 متسابقا قطريا إنهاء التحدي هذا العام وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي مما يعكس الاهتمام القوي والمتنامي بهذه الرياضة بداية الانطلاقة كانت جدا ممتازة للكل الكل انطلق بسرعة قوية لكن مع أول كثمان رملية بدأت شوي الناس تغل وبدأت شوي يصير فيه صعوبة صراحة السباق كان رائع متعب شوي لكن الحمد لله استمتعنا فيه كان سباق رائع جدا ما شاء الله يعني فيه حماس فيه تحدي فيه شوي نوعا ما صعوبة مع الرمال فيه نوعا ما صعوبة مع الرياح يذكر أن تحدي العديد الصحراوي معترف به من قبل الاتحاد الدولي للدراجات ويقدم أعلى جائزة مالية في العالم في فئاته حيث يبلغ مجموع جوائزه مائتين وستة عشر الف ريال قطري حياكم الله بعد الفاصل المشاهدين مستمعين الكرام جولة حافلة بالإثارة والتحدي تنتظر الجمهور الرياضية الخميس والجمعة والسبت في دوري نجوم كيو ام بي ويكمن التحدي فيها الجولة من خلال سباق الحصول على النقاط والذي يتمثل في الصراع على القمة والقتال على المعبع والبحث عن الأمان والهروب من شبح الهبوط قبل خمس جولات من نهاية الدوري فاليوم تنطلق مبارتي أم صلال وكذلك الشحانية والغرافة وأيضا الوكرة وغدا الأهلي وقطر العربي والخور وتنتهي السيلية والدحيل أخيرا وآخر لقاء يكون مع الكلاسيكو قطر كلاسيكو قطر بين فريقي الريان والسد الحديث بشكل أكثر ومفصل عن هذه الجولة الهامة وكذلك أبرز نقاطها التحليلية يسعدنا أن يكون معنا الكابتن الرائع دائما وأبدا عادل ملا محل الرياضي وكذلك لاعب كرة قدم سابق حيا كابتن عادل سعداء بتواجدك الله حييك يا وثامر وفرصة سعيدة صراحة يكون معاكم متواجدين في القناة المميزة وأنتم المميزين ما شاء الله عليكم المميزة بحضركم من الريان ولا السد الريان ولا السد الريان أقرب الريان أقرب سكنت لين نسألنا الكلاسيكو نعم الريان أقرب الريان أقرب طيب نشوف هذا التغرير مشاهدينا عن دوري نجوم قطر 16 الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري نجوم كيو أن بي شهد استمرارا للإثارة والتنافس على الصدارة والمربع الذهبي البداية كانت قوية على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل حيث حافظ نادي الدحيل على المركز الأول برصيد تسع وثلاثين نقطة بعد تغلبه على نادي الشحانية بثلاثة أهداف لهدف وحافظ الدحيل على فارق أربع نقاط أمام ملاحقه نادي الريان الذي استعاد نغمة الفوز بهدف ياسين إبراهيمي من ركلة جزاء في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بنادي السد وعلى نفس الملعب اكتفى نادي السد بالتعادل أمام النادي العربي بهدف لمثله ورغم تقدم السد بهدف إلا أنه أهدر العديد من الفرص وجاء العربي في الوقت القاتل وخطف التعادل في الدقيقة الثامنة والثمانين ليبقى السد في المركز الثالث برصيد اثنتين وثلاثين نقطة متقدما بسبع نقاط على أقرب ملاحقه وهو نادي الغرافة الذي حافظ على المركز الرابع رغم خسارته أمام السيلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيلية إلى ثلاث وعشرين نقطة في المركز الخامس متقدما على حساب النادي العربي الذي تجمد رصيده عند إحدى وعشرين نقطة وفي المباراة التي احتضنها أستاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة انتزع أم صلال فوزا ثمينا على الوكرة بهدفين لهدف وأجدد آماله في الهروب من صراع الهبوط إلى الدرجة الثانية بينما الوكرة تلقى الخسارة الثانية على التوالي ليبقى رصيده عند تسعة عشر نقطة في المركز السابع ويرتفع رصيد مصلال إلى ثلاث عشرة نقطة في المركز الحادي عشر الإثارة استمرت حتى آخر مباريات هذه الجولة حيث حقق نادي الخور على ملعبه فوزا ثمينا أمام نادي قطر بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى أربع عشرة نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد نادي قطر عند ستة عشرة نقطة في المركز التاسع إذن الجولة القادمة حاسمة بين الهبوط المربع وكذلك تحديد بطل الدوري قبل ما أخوض في الدوري بشكل عام مستوى دوري نجوم قطر كيف ترى؟ المستوى عندنا كنت سنقول السنة السنة هذه أفضل الموسم من اللي راح الموسم من اللي راح أفضل من اللي قبله لكن الدوري وثابرة الدوري عندنا قوي ما شاء الله حل خلنا نقول فيه إبداع بالنسبة للمنشآت الملاعب التوقيت اليوم الفار دخر طبعا في دورينا في المباريات كلها فيه طبعا إنصاف بالنسبة للتحكيم على جميع الفرق وحتى النهائيات في الكؤوس كاس قطر كاس سمو الأمير يعني دورينا ما شاء الله قوي وكل لعب يجي على دورينا لما يخوض مبارا مبارتين واتمارين موجودة بالنسبة للأندية الاحترافية فيقول لك اللاعب المكسيكي اللاعب الإسباني اللاعب الإنجليزي بغض النظر يعني من الجنسية يقولك والله دوري قطر قوي لكن احنا هالقطر طبعا الجمهور شائع رياضي ما عنده ثقة بجورينا ليش الجمهور الجمهور شو موجود الجمهور يحضر في كلاسيكو بيشوف السبت يوم السد وريان يوم السبت بيحضر العرب وريان يحضر الجمهور السبب السبب ما كيد فيه السبب والله من زمان من كلاسينا والله يعني حسافة دوري قوي ليه ليش ديش ممكانيات عالية في كل شيء عند من وجهة مدرك كمحلل وكمتابع للشارع رياضي يعني السبب وين السبب والله شوف السبب هذا طبعا فيه ناس يوافقوني فيه ناس يوافقوني المسؤولين ممكن ما يفاقون نحنا كمحللين كشارع رياضي يعني الكطري من موجود وايد في وين في لندية لا مر صحيح من موجود من بوايد بس فيه لعيبة قطرية لا فيه بس ومدين يعني على فكرة مش على مستوى قطر على مستوى جميع الأندية الأندية طبعا حتى في العالم يعني برس بالتسعين بالمئة الاحتراف طبعا يمكنني ميزا في أوروبا لكن هنا الكطري بتاعد يعني بتاعد أبوها بعدها يمكن أهلا بعده لما يخلص التنوية روح لدورة لبعثة لأن فيه مستقبل لكن ويدنا نيردون والأبون في الأكاديميات فهنلندية فقاة السنية عشان إحنا ظهرنا من الأندية من الحواري من الفرجان فهذا الشيء وقف من عشر سنين قطع السنة وإسباير طبعا ببعنا مفتوحة لكن إذا هي الكطري يجيب الكطري لكن هاي مش سبب قتلك أنا رئيسي وعواما طبعا الترفيه اليوم بايد ما شاء الله طبعا هذه وجهة ناظرك حنا نحترمها في أشي طبعا كابتن عادي لكن تقول هذا مش السبب الرئيسي لا أنا أبحث عن السبب الرئيسي والله السبب الرئيسي ما شاء الله يعني أقول لك السفر صار سهل زين وسيلين والويكن ترفيه أنت الآن تكلم عن عوامل الترفيه أثرت على استفتاب اللعيبة لكرة القدم النقل تليفزيوني النقل موجود توقع أنه الآن عندنا أفضل قنوات العالمية النقل تليفزيوني عادل يقول لك المباراة حطوها بيبنقلونها الرابع تروحوا للملعب لا نقلين نخللنا في المعنس يعني شخص ما أنقل ما يقول لك أقول لك يروحون حق بارات المهمة يعني السد جمهور الريان جمهور السد عندهم مباراة مثل يوم السبت لا يروحون طيب هذه الأندية العالمية ينقلون مباراةهم على التليفزيون ومع ذلك الجمهور يكون متواجد يعني ما أتوقع عن نوساء لا أشوف ما أتوقع عن نوساء الإعلام كابتن عادل هي السبب لا مش السبب حضروا يعني بصورة حلوة صراحة طيب أرجع للإثارة أرجع أيضا لمصلال والشحانية يمكن أنا ما أخذ النقطة هذه لأنني رح أكون في هبوط في هبوط بعد أربع أو خمس جولات طبعا الجولة هذه الجاية الحين من الأقرب من الأقرب من الأقرب من الأقرب حاليا شحانية منطق طبعا هنا فيه فريق عندنا أمور مثل مصلال وقام يرجع طبعا عقلية الفوس شحانية الشحانية مازال يعني مازال يبحث عن التعادل من أول جولة والثاني والثالثة ميبنذة يبحث عن التعادل ويبحث عن الفوس يعني ما يقدر ما يقدر ليش ما يقدر أول جولات ل ide وين المشكلة المشكلة الإمكانيات اللعيبة الأدوات ليس موجودة في المسبل الإنديثbir الثانية ومصلال كان مثل كما مثلة الشحانية لاotti تقول لي إمكانيات اللعيبة أنت تشوف من وجهة نظرك أنه ما فيه لعيبة أقوية بشكل كبير في نادي الشحانية أكيد ما فيه أقوية ما فيه مميزين وشي طبيعي الفريق اللي صاعد ما فيه مميزين ما فيه مميزين على المستوى أنه أنه والله يروح الريان يأخذ التعادل من الريان ولا يفوز يعني يقدر على الخور طيب إذا تعادل مع الريان وامتاز إيه بس هل يقدر يتعادل هذا هي فاة دائما يبحث عن النقطة وإذا فاس خير وبركة ما قدر يقول لك مدربهم دائما يقول لك مرسيا يقول أنا اليوم ودي بالتعادل لأقوية فزين بس دائما يبحث لنا ما يخسر يطلع بنقطة حدها فهي وضع الشحاني اليوم تسع نقاط وضعها سيئة صلاح والله أنا أتوقع أن بناءنا على هالكلام الشحانية راح يقدم عرض مميز في مباراة المصلاة إن شاء الله نتمنى نتمنى أن الهبوط طبعا يتحدد في آخر جولة اللي هو طبعا في إبريل ولا في مي لكن المباراة هذه المصلاة الشحانية راح تبين بثامر شيء كثير طيب الغرافة والوكرة والمربع من الأقرب الوكرة في تصاعد في تسحسن لكن آخر جولتين يعني ما طلع بنسواة طيب حتى فقد النقاط الغرافة جمع نقاط في القسم الأول فازن بريات كثيرة ومنهزة موايد لكن اليوم الغرافة في تراجع في آخر شهرين فيقال إنه والله في أزمة مستحقات اللعيبة ما لهم نفسه لعبون في مشاكل إدارية أمور المادية قالوا والله المدرب بعض اللاعبين ما يبغونها ما يحبونها العلاقة بينهم شوية لكن الغرافة على ما استفهام عليه بدأ الموسم بشكل حلو قلنا حتى ممكنه في سعة دوري في أول سبع جولات آخر شهرين جاء الغرافة في تراجع الخلل قالوا إنه في مستحقات اللعيبة طالبونها طبعا من الإدارة وما توفرت ولا حتى تسددوها هذا يقال لكن ما يطلع شي طبعا لا أشوف يقال وهذا يقال هذا أمر مفروغ مني أنا نتكلم عن المعطيات الموجودة على أرض الواقع طبعا أتوقع أن الغرافة ستكون بالعكس لكن أتوقع أن هناك تراجع في مستوى مستوى الفني فيه تراجع المستوى الفني هذا ممكن يكون له تأثير رئيسي فيه في مستوى الفني تراجع بعض اللعيبين المحترفين على أداء الفريق أداء الفريق في شكل عام يعني الوقرة أقرب الوقرة كان زين ما زال زين الوقرة يعني سبع جولات باقي طبعا هذا فيها 21 نقطة يعني الوقرة اليوم يبتعد عن الغرافة أربع نقاط ثلاث نقاط خمس نقاط هذا يجي فيه مباراة وتعادل يفوس خمسة ويتعثر الغرافة في بعض المباريات يتخل الوقرة ويتخل العربي الآن أنا أصبحت بين دخلتني في حيرة العربي طب العربي بحكم منك أحد فرسان هذا النادي العريق وأنا أحترمه أحبه والله الغرافة قلت لي بداية بدأ بشكل قوي وتراجع والآن الوقرة قلت لي نفس الشي بدأ بشكل قوي وتراجع هل نقول أن النتيجة هنا والتوقع في المباراة هذه عادل صعب التكهم فيه بين الغرافة والوقرة الوقرة أشوف الفريقين جايين من هزيمتين هذا مهزوم جولي لراحت وهذا مهزوم الوقرة من مصرار 2-0 يعني أعتقد الفريقين مستوى متقارب متقارب في الفترة الحالية ممكن بعد الوقرة شوي ممكن أفضل من جميع النواحي النفسية والفريق والمدرب بقول لي شوي أفضل لكن تريدت الحين من جميع النواحي معانا هو أفضل لكن يعيين طبعا من تعثرات من تعثرين فريقين فيه ممكن يأثر عليهم نفسيا ايوه فأنا أقول لك الحين ممكن المدربين ما يبغون يخسرون فيقول لك والله النقطة زينة لي إذا ما فزت عادل خاصة للوقرة حتى الاثنين منطبق عليهم ينطبق ما فيه تحفظ في المباراة عليهم طيب فيه تحفظ في المباراة الوقرة والغرافة ولكن من وجهة نظرة أن الوقرة أقرب لفوص ممكن فيه ظل طبعا تراجع الغرافة اللي مش طبيعي والشحانية أقرب من مصلال على الهبوط لهم مصلال ايوه شحني أقرب الهبوط طيب أرجع الآن إلى مباراة العربي والخور أكيد أنك تتمني العربي شيء طبيعي لكن هل مستوى العربي أهله على الفوز مع الغرافة مع الخور العربي قبل من طبعا العربي المباراة يوم الجمعة قبل العربي أنا كعرباوي أنا أتمنى طبعا من حقي أنا أبي الغرافة يعثر أبي الوقرة يتعادل واللي يفوز على الغرافة لأن أقرب أحد الغرافة العربي فارق ثلاث أربع نقاط يعني أنا فوز والوقرة يفوز على الغرافة وأنا فوز على الخور صارت نقطة بينهم الغرافة للي يقول المربع فالعربي فالعربي محتاج أن يفوز مفروض أن يفوز ويقدر يفوز على الخور نعم والوقرة محتاج أن يفوز على الغرافة على أساس أن العادل فريق عادل العربي يقرب للمربع يقرب للمربع إن شاء الله طبعا هذا حق مشروعي يعني عادل الملة أحد أبطال هذا النادي العريق وهذه أمنيات مشروعة شجع فيقي يتمنى أن يتعتر الغرافة على أساس أن العربي يقرب من المربع تتوقع بنسبة كم يكون هناك حظ لنادي العربي أن يكون في المربع بالنسبة للموسم كامل نعم والله شوف إذا مرأت الجولة قلت لك هذه بالنسبة للدوري والهبوط وفرق المربع منامح يعني أنت ذكرت من ساعة المباريتين من بكرة صحيح المباريتين الجمعة ومباريتين السبت راح تبين يعني ستين خمس ستين سبع الممية شكليا من اللي راح ينزل من اللي قريب المربع من اللي راح ياخد الدوري راح ينافس منافسه مباشرة راح يكون هل السد طبعا بنرجع للسد الحين العربي المربع أموره للحين مش وابها سيد يعني بحكم أنك قريب من نادي العربي ليش وصلنا لهذا المستوى العربي يحاول يدخل المربع العربي له تاريخه ولا جمهوره ولا وين الخلل في هذا المستوى الحالي لنادي العربي كأداء طبعا بالملعب اليوم الموسم شهر ثماني بدأ الموسم العربي بجمهوره صراحة أبدعه بالنسبة للملعب المدرب المنظومة اللعيبة والجماهير يعني فرح العرباوي غير عرباوي على وضع العربي أول أربحان الجولان من تقابلنا مع الريان يات الهزيمة خاصة مع الريان العربي والريان دائما يعني ويات عقبة الهزيمة مع الغرافة وخسار العربي فيه دروب مع غياب بعض اللعبين المحترفين صار يدروب فترة طويلة يعني عادل يقول بسبب خسارة العربي من الريان أصبح العربي في مستوى مغاير عما بدأ فيه الدوري أثر الريان على العربي الريان وقبل الريان تجي الغرافة فاز عربي العربي واحد صفر ست نقاط الحين الريان والعربي الريان والغرافة الفريقين فيه أسبوعين هزيم العربي فازوا على العربي ذاك طمع الهزيمة أول مرة في ماريتين وراء بعض وصار للدروب وصار كنتوا دخلين برات الريان ألا أنكم فايزين في قسم الأول تلين داشين وفايزين بناء على النتائج التي حققها الجولات الخمس الجولات الخمس أنا سألتك عن برات السد والريان تحت الهواء أخي عادل قال نال الريان فايز أربعة خمسة صدر أوه لا 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 في سد دوي هناك لا لا طيب أنا أقول السد الريان إذا يبقى المباراة يقدر يأخذها لكن السد ما رح طبعا يفتح الملعب السد أثرات الأخيرة يعني فيه يدرب وصابت ثلاث لعبين طبعا من الأساسيين في المنتخة في السد منها يدو سالم الهاجري علي أسد أثروا على السد في الجولات اللي راحت غيابهم ويأبهم رح يطول السد بالعاصل الموجودة اليوم لأن الاحتياط صار أساسي والدكة طبعا مثل الأول كانت غنية باللعيبة وراهية فأعتقد أن الريان الحافز عنده والطموح ويشوف أنه ما يكون القاب بين تحيل اللي تسبقها المباراة مع تحيل والسلية قبل مباراة الريان 9-25-25 أيو أربع نقاط بينهم رح يلعب تحيل فبغالي خلنا نقول لو تحيل تعادل مع السلية الريان يفوز يوصل للصدار ينافس مباشرة على الدوري والسد يطلع من الحسبة على الدوري يوم السبت يوم السبت لكن ترى المباراة صعبة جدا يعني السد تشافي حاصل على أفضل مدرب وكذلك للشهر وكذلك أكرم عفيف على أفضل لاعب والسد فريق كبير جدا وعندها ما زال السد الأفضل وهو الأفضل رحميا لعيبة أسماء عناصر من الأقرب السد من اسم المباراة هذه أنا أروح شوية للريان ما معنى لأن السد شفناه مع العربي تعثر مع العربي والعربي يعني كان نقدر يفوز من الشهر فاز على العربي ستة ما أدري سبعة المأجلة قسم الأول والعربي ما تحسن وضعه من الشهر اللي راح فمقدر العربي وتعثر مع أم صلال تعادل تعثر مع أم الوكرة في خلينا نقول هذا السبع إلى أخيرة فالسد القوي بأسماع للحين سيب التراجع هذا الغريب غياب اللعيبة الأساسية أكيد لعيبة مهمين المنظومة على السد ولكن تشوف أن الريان لكن السد ما زال قوي ما راح يقول لك تعال فوز علي من خلال يعني لو السد فاز يعني شي مش غريب أكيد مش غريب السد نادي كبير نادي بطلات نادي عالمي السد قوي السد قوي هداف الدوري عندنا بثنين هدافين أكرام و بنجاح هم الهدافين فالصدار تقول 11 هدف ولا هذا 11 هذا 10 الأسست المساهمات طبعا في صناعة الفرق كيف لا عندهم الأقرام كيف لا عندهم إذن عادل الملة الكابتن عادل الملة يتوقع فوز المصلال على الشحانية يتمنى تعثر الغرافة أمام الوكرة يتمنى فوز العربي على الخور و كذلك يتمنى فوز الريان على السد يتمنى ولا يتوقع الريان لا الريان يتمنى يستهلون والله نتمنى دائما تستمر المنافسة والحماس في دوري نجوم قطر وصلنا لختام هذه الفقرة شكرا للكابتن عادل ملة سعيد جدا بهذا اللقاء كابتن عادل شكوري بطاعة ومقصر وشالله كلنا نخفاف وقل لك شي حصري في الأخير لو الرأي حصري ايه لو الرأي ما أخذ الدوري منية طبعا الحق يقول منية تعالها كيف ناس يزعلون أبغي السد يفوز بالدوري بس يعني ماتي بالدحيل خطام الحيل طي هذا الخطام إذا ما فاز الريان بالدوري يبغي السد فوز إذن عادل الملة يتمنى فوز الريان بالدوري وإذا ما فاز نادي الريان يتمنى أن يكون السد يستبعد الدحيل أيضا ما أشار للنادي العربي بالمراقصة على الدوري بعيد حتى أنت تتمنى أن يدخل المربع فهلا متوفيق بإذن الله مشاهدين الكرام ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إلى فقرة الختام حياكم الله مشاهدين مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل ويتجدد أيضا موعدنا مع رياضة ممتعة وفريدة من نوعها هي رياضة الهايكينج والمعروفة أيضا باسم المسير الجبلي هي رياضة ممتعة لها أبعاد كثيرة وتمتد لتتسع جمالياتها لفرصة التعرف على التضاريس والطبيعة وتبادل التقافة بين الشعوب التعرف عن قرب حول هذه الرياضة وتفاصيلها يسعدنا أن يكون معنا مؤسسي فريق هايك قطر وهم السيد فهد المعنين وكذلك السيد عبد العزيز العبد الله حياكم الله وسعداء بتواجدكم معنا في هذه الحلقة فهد نتكلم ونتعرف بداية على الهايكينج طبعا أخوي سالم شكرا لكم على الاستضافة فكرة الهايكينج هي عبارة عن الاستخدام الإنجليزي للإسم وهو ترجمته هي المسير الجبلي الرياضة هذه عبارة عن عبارة عن المشي في مسافات طويلة في تضاريس مختلفة تختلف عن المشي العادي أن هذه المشي عادة نكون لمسافات قصيرة في المدن والهايكينج لمسافات أطول في تضاريس والأماكن الطبيعية خارج المدن فبدايتها كانت في عبارة عن بدايتنا احنا تعرفنا عن طريق على رياضة الهايكينج يوم حبينا أن نحنا نتسلق مجموعة من الجبال عدد من الجبال في دول مختلفة فتعرفنا عن الرياضة خصوصا الرياضة في التضاريس المختلفة فبدأناها في دولة قطر فتعرف فيها على التضاريس المختلفة ونمارس فيها رياضة الهايكينج وبدأنا ننتقل إلى عدد الدول الخليجية والدول العربية وحتى الدول العالمية آخر رحلة كانت عندنا كانت في الهند في شهر نوفمبر الماضي فكانت هذه أحد الرحلات التي تعرفنا فيها على تضاريس وعلى جمال الطبيعة هي معروفة على مستوى العالم نعم هي عبارة عن رياضة ولكن رياضة غير تنفسية يعني الهدف منها هي ترويح عن النفس الهدف منها اكتشاف وتعرف على الطبيعة شاقة تعتمد على التضاريس طبعا عشان شذي يعتمد على كل شخص وكل تضاريس تطلب بالياقة بدنية معينة نعم عبد العزيز أيضا سعداء بتواجدك معنا شلون بدت هذه الفكرة معكم أول شي شكرك على استضافة شكرا على استضافتنا في هذا البرنامج الجميل بخصوص تقولي شون تعرفت عن رياضة هذي لا يعني شلون بدت معكم شلون بدت تتفكر أنكم تأسسون فريق لرياضة هايكين أول شي بدت باتصال من شخص رايما السيب علي بنضوار كلمني قال لي في مبادرة في تمثل قطر في أحد الدول الخليجية كرياضة هايكين قلت لي شون الهايكين أنا ما عرف شون الهايكين ما كنت أعرف وقال لي تصل في هالريال وبيشرح لك تكلمني قلت له والله هذا جزء من الأشياء اللي أنا أحب لاني أنا أصنع سوق المترسيكل في الجبال وأحب هالأشياء هذي وتعرفت عليها بسفري من الدوحة إلى أحد الدول قريبة منه وجربت فيها الهايكين وبدأ من هنا مشوار الهايكين عقب تعرفت على الرابع وقلنا لازم نسوي لنا مجموعة ونصدف فيهم الرابع اللي يحبون الرياضة هذي وسأكمل تقريبا حول 13 شخص أو 14 شخص بلدنا بدينا فيها وشاركنا كمجموعة نمثل قطر في أي محفل الهايكين الله يقويكم أنتوا تعرفتوا على بعض من خلال أحد المشاركات لا مع فهد لا من شاب الثاني بس كلنا كنا ندور في إطار الرياضة نمارس ما لها مسافة ولا لها ارتفاع يعني أعلى ارتفاع 8000 أنت تقول المسير الجبلي وما لها ارتفاع وما لها ارتفاع ما لها شيء محدد يعني ما في رقم محدد ما في رقم محدد لكن لا بد يكون في مرتفاع عام يعني ما نقول مثلا ماراثون 42 خلصنا هاي ماراثون نص ماراثون 21 هايكينج ما لها ما لها رقم معين تمشي يأمشي لمدة كم ساعة ساعتين كيفك ساعتين عشر يوم طيب الحين سبوع الحين أنا قاعد أمشي في سباير عشر دقائق يعتبر هايكينج لا طبعا طيب أنا بيعرف الآن وين الفروقات في الموضوع الآن هل هون مرتفعات صحيح الأرض جبلية نعم لازم يكون في أرض جبلية صحيح ويفضل تكون في أرض جبلية ولكن يفضل يفضل طبعا لأنه يفرق عن المشي أنه يتمتد من عدة ساعات إلى عدة أيام وممكن تطور إلى أسابيع يعتمد على الهدف يمشي وتسلب يمكن أن تكون منافسة الحكسة فيها قدرة التحمل قوة التحمل ما فيها بطولات تنظيمية للمنافسة في المسافات هذا التنظيم ولكن طبعا فيها تطلب اللياقة البدنية كلما زادت اللياقة البدنية كلما إنسان قدر يستمتع بالتجربة فيها نقطة توصلها اللي هي مثلا قمة قمة الجبل هذا الهدف عندك أني أطلع هذا وين يفرق من التسلق من تسلق الجبال يفرق وارد هذاك بحبال قمة الجبل وهذا ماشي ماشي صحيح مثلا عندك طعس يقول لنا لين أوصل الطعس هذا هذا الهدف عندي أنت لا تقوم بمشي فتمشي تقوم بمشي لين توصل فوق الطعس خلص الهدف مثلا ما ذكرت الطعوس المشي على الطعوس يعتبر هايكينج يعتبر هايكينج لأنني انطلعت من إطار المدينة وصارت عدة ساعات غرشة ماء وحذاء رياضي وإنما ممكن تكون شنطة وممكن تكون خيمة ممكن تكون موضة ضائية لا نذكرها طيب نذكر العدة التي لا بد أنها تكون مع محبي رياضة الهايكينج نعم هل لها مثلا جواتي معينة نعم عزكم الله وكذلك مشاهدينا صحيح هل لها جواتي معينة نعم هي لها معدات معينة تعتمد على تضاريس المنطقة مثل إذا كانت منطقة ثلجية الحذاء لازم يكون مناسب حق المنطقة هذه نعم إذا كانت حتى الخيمة حتى فراش النوم حتى الملابس حتى المعدات كلها تفرق نعم على تضاريس المنطقة بارد حار ثلج صحيح وبالإضافة أن الحذاء الرياضي العادي بما أن تمشي في تضاريس مختلفة فالحذاء الرياضي العادي مناسب للجم ومناسب للمدينة ولكن لا يناسب المناطق اللي في العراء فلازم يكون في حذاء مصمم للهايك والعصى تقول والعصى نفس الشيء العصى يقول لك تشيل تخفف من العب من 15 إلى 20% من وزن الجسم فكل ينقل الوزن من الرجل إلى اليد والرجل يفضل تكون ثنتين نعم ليش تختار جوتي معين تبكر رابة لأن أغلب الجوات فيها نفس القرب نفس يعني خلنا نقول وتنازل من الجبل ساعات الحصى يكون مندي خاصة الصب ولا في الليل فيزلق لكن تعال بس تكرام جوتي لا يمسك يمسك معه يمسك معه طيب منتجنا العزيز يسألني عن هل تحتاج لللياقة أتوقع أنها عجبة المنتج أنه يمارس رياضة الهايكينج هي لكل شخص يقدر يمارس الهايكينج مالها لا عمر ولا لياقة معينة يعني أي شخص يقول أنا بيسوي هايكينج يقدر يسوي هايكينج طيب أنتوا أكيد أنكم أنتوا أسستوا اللعبة هذه أو الرياضة هذه عفوا أول شي أنت لما تطلع من جو المدينة وتروح تستكشف منطقة جديدة عليك أو تروح تمشي في مكان ما فكرت في حاتك أنك تمشي فيه هذا بحث ذاته إحصفاء للذهن تطلع عن المألوف كله من حياتك ضغوط الحياة المشاغل كل شيء كل شيء بعدين العضلات تشتغل في رياضة الهايكينج غير عن أي رياضة ثانية يعني لو أنا رأي جري ومارس الماراثون أي أقول بسي هايكينج ألاقي نفسي خلص اليوم أنا ما سويت لكن مجهود ولا عركت وائد ولا 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 لكن خلص اليوم ألاقي أشياء وائد يعني من جسمي أرام في كل مكان شدود في كل مكان هذا صار معاي في سرلع الأرض الجبلية هناك طلوع ونزول ونزول والرجل ما تكون على المستوى واحد خاصة في النزول لما تنزل تلاقي الضغط كله عندك في الركبة الساق من قدام أنت مران مثلا الساق من وراء البطلة معروفة صحيح أنت لما تنزل في الهايكينج تحس أن العضلات اللي قدام كلها اشتغلت تقول يعني شيء شيء سبحان الله غير يعني ممتعبة لكن يبيلها يبيلها تجهيز بس على حسب منطقة اللي بتروح لها طبعا الآن المشاركات كلها بناء على مجموعات هاوين هواية هواية أكثر أكثر أقل كم ساعة مشيت أكثر شيء نعم 24 ساعة يوميا فهد قال لي قد تأخذ معك أسابيع صح صح أو لا نعم ناخذت مننا في الأرجنتين 13 يوم 13 يوم يعني تقريبا سبعين أنا 32 ساعة 32 ساعة مستمر متواصل فهد ناخذت 13 يوم يعني في وقفات طبعا بس 13 يوم عايشين على الجبل يوميا من وين ساعات هذه كانت من بداية الجبل لقريب القمة تقريبا في الجبل أكنكوغو في الأرجنتين عجيب والله أنتم ما شاء الله عليكم لهذه الدرجة في محبة للرياضة بلا شك أصبحت هواية وجزء من الترفيه والبرنامج طيب الأمن والسلامة في هذه الرياضة فهد طبعا كل رياضة تمارسها تحتاج أن تتعلم متطلبات الأمن والسلامة عشان تقدير تمارس رياضة وترجع في نهاية الأمر مستفيد ومستمتع وترجع بخير فمعرفة في اشتراطات كثيرة التي تطلبها التي هي معرفة بتضاريس المنطقة إذا كانت منطقة أو في دولة غريبة عليك لازم يكون شخص معك دليل من المنطقة نفسها لأن في بعض الأماكن خبر وديان مثلا في معرض السيول الشخص لا يعرف إذا كان غريب فضروري يكون شخص موجود معك بما أن الإنسان يتعرض يعني كدليل أو مرشد مرشد يكون من أهل منطقنا في سخص نحن ننتقل إلى دول مختلفة مرسنا الرياضة في أكثر من 15 دولة كيف يكون التواصل مع المرشد في الدولة عادة هل هو عن طريق يعني مؤسسات معروفة في الدولة عساس أن يتهيئ لكم المرشد هناك أمن وسلامة هناك أخطار ومتعرضون لها صحيح عادة تكون كلها عن طريق شركات سياحية توفر هذا الدعم سواء تنظيم رحلات أو تنظيم حتى مناطق السكن المواصلات وهذه كلها بس طبعا بحكم نحن لو بحكم بعض الأماكن اللي باستمرار نتردد عليها المرة الأولى تكون عدد شركة المرة الجاية على طول من نفسنا وكثير من دول خليج نروح لها مرة ثانية بدون دليل أول مرة تكون بس ما عند دليل المرة اللي بعدها أنا طب بالضبط الله يفقكم إن شاء الله طيب الأقبال بشلون عبدالعزيز هل رأيت بعد تأسيسكم لهذه الرياضة هناك إن شاء الله تبارك الله كل السنة أعداد وناس قاعدة تروح الهايك بشكل فضيع بصراحة يعني قبل الأسبوع ولد الناصر تمام خلص في كلمة إش اسمه في كلمة جوهرودس سبحان الله كل يوم كل يومين تلاقي واحد رايح زيد الأعداء إي بالله أنتو تسوون تنظمون فهد مسابقة أو تنظمون مشاركة للدهاب لمنطقة معينة أو دولة معينة نعم عادة نكون بيننا أصدقاء ولكن هناك تنظيم قبل سنة جربناه تنظيم مع الاتحاد الرياضة للجميع وكان التسجيل لعدد 30 شخص وصلنا إلى 280 عجيب من 30 إلى 200 من 30 إلى 280 كلهم ومن الجنسين وأصغرهم كان عمره 9 سنوات وأكبرهم كان عمره 73 ما شاء الله فقرح 73 سنة فقلنا لهم للأسف أننا لا نستطيع ننظم إلى 30 شخص فالمرات الجاية ويمكن نزيد العدد أنا من خلال الحديث عن هذه الرياضة حبيتها أتوقع أنها فيها متعة وكذلك فيها جمالية من خلال مناظر الخلابة وكذلك الانتقال من دولة لدولة وهناك أيضا مجموعات وفرق وفي نهاية رياضة تعود بالفائدة دائما وأبدا على صاحبها وصلنا لختام هذه الفقرة شكرا فهد البعينين على هذا الحضور وفالكم التوفيق دائما وأبدا كذلك عبدالعزيز العبدالله سعادة أيضا بتواردك وما قصرت فالكم التوفيق إذا مشاهدين الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج مساحة رياضية إلى أن ننتقي معكم الأسبوع القادم بإذن الله تقبلوا مني ومفريق العمل أجمل التحايا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة